تدخل أم عصام حاملة ما تحتاجه لإجراء معالجة بسيطة لتجبير الكسور البيض والصابون وقطع الشاشي كل ما تحتاجه في بيتها المريض الذي يعاني من كسور أو ردود في عضلات الجسم كل ما عليه أن يصبر خمسة دقائق لا أكثر البيض والصابون البيض والصابوني صابونة الزيت هذا يصير أكوة من الجبصين ولما الطيب يحل حالها يعني مش أنت بتحلها يما بتغذى حزكة زيت الجبصين بعدين بتكون هايش الظلع بكربر لثلات أيام بيجي كابعة لحالة التشتف لما ينشرع وصير فيه شعر بحط لازكة البيض ثلات أيام تيجي كابعة ولا اش الشعر بطبك بثلات أيام بس بخليه خمسة تتصر أسبوع الظلع هان بتتصر بندبه ثلاث أيام بيجي جاب الحمد لله الأربعون عاما التي قططها أم عصام في تجبير الكسور كانت حافلة بأيام مميزة في حياة أم عصام في المهنة التي كسبتها عن والدها بدون أي تعليم فأيام الانتفارة الأولى كان بيتها يستقبل عشرات الأشخاص في الليل والنهار مما جعلها محل ثقة كبيرة عند أبناء بلدتها كفرديك في محافظة سلفيت والقرى المجاورة يقول عصام إن بيت أمه أصبح كالمستشفى لكنه فاقد لأي تجهيز لأي مستشفى فلا أسرة ولا تجهيز آخر للنساء والرجال الذين يتوافدون للعلاج من الكسور وهو الكلام ذاته من أمه أم عصامة التي تشتري البيضة وقطع الشاشي من جيبها الخاص حسنا الآن زيارتنا إنها صارت تخف من كثر ما بيجي عليها ناس بطلنا نعرف ما يجي نقعد عندها حسنا كان إنه الطلب الوحيد إنه في عندها غرفة جاهزة بس لو صحي لها سرير المستشفى أو فرشة جلد لأنه بتعرف حرمي بتيجي بيكون عندها يا الكتف يا الكتف يا الظهر طب أنت ما بتقدر تقعد وتعالجها إذا حالا بده ساعدنا نسف الشاش نعم تشري تقول أم عصام إن علاجها يتماشى مع ما يقوم به الأطباء بالمستشفيات لكن لكل طريقته وأنا لي طريقة الخاصة في أن يأخذ الكسر أسبوعا فقط لمرحلة العلاج وليس شهرين تقريبا مع التقدم المستمر الذي يشهده العالم على الصعيد الطبي إلا أن ما تعلمه الإنسان العادي من وسائل علاجية قديمة لم تفقد حتى اليوم جهد قاسم تلفزيون وطن قرية كافرديك